بالنسبة لليفربول بالطبع كان لدينا الكثير من الإصابات في العام الماضي ولم يكن لدينا فريق أكبر من منشستر سيتي حيث إذا كان لديهم إصابات يمكنهم تعويضها بلعبنا من المستوى العالمي لن نستطع الفوز بدور الأبطال لأن الإصابات كانت في مفتيح اللعب وهذا بسبب طريقة لعبنا فإذا فقدنا لعب منتصف ملعب سيكون الأمر صعبا علينا ليفربول أيضا يتطور فإذا نظرت للفريق سابقا ستجد أننا كنا نلعب بثلاثة في خط الوسط متشابهين تماما أقوية وأصحاب جهد كبير ولكن ليسوا على المستوى الفني الكبير كخط منتصف منشستر سيتي بينما الآن في ليفربول فلدينا فرمينو وصلاح وماني في خط الظهر روبرتسون وأرنولد وهذا سبب هجومنا القوي والقدر على الإبداع فلعبوا خط الوسط الثلاثة عندنا دوما ما كانوا يدفعون بقوة فقط ولكن الآن يوجد تغييرات فلدينا تييغو وهارفي آليوت ولدينا كارفاليو وهم لاعبون على مستوى فني كبير لكنهم ليسوا بنفس القوة الدفاعية كفينالدوم وميلنر وهندرسون وفابينيو لذلك سنرى الأظهر مدافعة لا تهاجم كثيرا كالسابق بالطبع لدينا مزيد من الإبداع على مستوى خط الوسط وعلينا التأقلم مع هذا لأنه يجب علينا ذلك لأن لدينا لاعبين بين 25 وعمر ل32 فيجب علينا الاعتماد على اللاعبين الشباب والتطور ويجب إعطاء هؤلاء الشباب المزيد من الوقت هارفي آليوت وكارفاليو ودياز ونونيز هذا فريق جديد لليفربول ويجب إعطاؤهم الوقت ليتحسنوا لكن يظل علينا أن ننهي الموسمة في الأربعة الكبار وأن نذهب إلى دور الأبطال ولا يكون لدينا إصابات فحينما تتأقلم مع طريقة اللعب الجديدة لأننا كنا نلعب بطريقة معينة لمدة أربع أو خمس سنوات بمنتهى الثبات مما يعني أننا سيكون عندنا مزيد من الهجمات من المنتصف ولن ترى هجمات كثيرة من الأظهرة المدافعة لأنهم حينما يهاجموا وليس لدينا خط منتصف دفاعي قوي فربما سنتكبد أهداف في الهجمات المرتدة وهذا ما حدث بالفعل بالطبع محمد صلاح نجم ليفر كول يؤدي أداء مذهلا منذ أن جاء إلى النادي لأن إذا أردت أن أثني على محمد صلاح فسأقول إنه إنسان متواضع ولاعب كرة قدم رائع ولكنه لاعب جماعي يلعب لأجل الفريق يمكنك أن ترى بعض اللاعبين بمهارات أكبر وقدرات بدنية أكبر ولكنهم طمعون ولا يقدرون زملائهم لن أذكر أي أسماء ولكن هؤلاء اللاعبون يشعرون بأنهم أهم من زملائهم في الفريق وليس لأن محمد صلاح مبتسم دائما طوال الوقت في وجه الجميع ولكنه لأنه يلعب من أجل زملائه كل زملائه بغض النظر عن كونهم نجوما كبار أو لا فهو يكن لهم الحب والاحترام وهذا ما تدور حوله كرة القدم كرة القدم مبنية على الجماعية وليس الفردية ومحمد صلاح في النادي الصحيح الذي يوفر له البيئة المناسبة ليظهر ذلك لأن في أندية أخرى أهم شيء هو الفردية وإذا كان محمد صلاح في ناد آخر فصادعونه في مكانة أكبر من زملائه ولكن محمد صلاح لا يرى نفسه بهذه الطريقة لكن في ليفربول لا يفعلون ذلك فالجميع هناك في نفس المستوى لأن النتيجة واحدة للجميع نفوز معا ونخسر معا وحينما يريد محمد صلاح زيادة في رتبه فهو يستحق ذلك فهو لاعب رائع هو نفسه يرى أنه كباقي زملائه لذلك أنا كنت سعيدا جدا حينما وقع وآمل أن يكون لمدة ثلاث سنوات لأنه بالطبع لديه مستقبل كبير أمامه ونحن جميعا هنا في ليفربول نحبه ها نحن هنا الآن في نهائي كأس العالم في البداية اعتقدت أن فرنسا والأرجنتين ستصل لنهي بسبب ميسي لأنه لاعب المفضل وبالنسبة لفرنسا لأنها واحدة من أقوى المنتخبات على المستوى الفني والبدني والتي أدت ذاء رائعا ضد إنجلترا أو ضد المغرب وحتى اللحظة أود أن تفوز الأرجنتين لأنني أحب ميسي وهو لاعب مفضل لكن حدس يقول إن الفائزة سيكون فرنسا لأنها قوية جدا من الناحية البدنية وكذلك الفنية فلديهم بابي لاعب مذهل لكن جريزمان هو أهم لاعب بالنسبة لي يقوم بعمل كبير في منتصف الملعب ويخلق الفرص لذلك أتوقع أن يكون نهائيا عظيمة بالنسبة لإنجلترا فقد فعلوا ما عليهم أن يفعلوه فإذا نظرت لآخر البطولات التي شاركت فيها إنجلترا فستجد أنه كان لديهم منافسات قوية لكنك لا تحزن إلا حينما تجد الفريق يخسر من منتخبات أقل في القوة لكن مشكلة إنجلترا في كأس العالم الأخيرة واليورو هي أنها تصطدم بمنتخبات متساوية في القوة معها كما رأينا بلجيكا وإيطاليا في آخر النسختين من اليورو وكذلك فرنسا في كأس العالم وكرواتيا في النسخة السابقة في كأس العالم تسعين خسرنا أمام ألمانيا وكان هذا أفضل أداء لنا أفضل أداء لإنجلترا في تاريخ كأس العالم كان في كأس العالم تسعين أمام ألمانيا في نصف النهائي وخسرنا بسيناريو مماثل في كأس العالم الحالية فقد اختبرت قوة إنجلترا أكثر من مرة فازوا على السنغال وإيران وأمريكا وكان لديهم مباريات صعبة فعلا لكن أصعب المباراة كانت ضد فرنسا وربما هي أفضل مباراة خاضوها لقد استحقوا الفوز في هذه المباراة لأنهم لعبوا جيدا لكنهم خسروا لكن هذا هو حال كرة القدم يجب عليك أن تحقق نتيجة إيجابية وتنجز مهمتك كاملة كما فعلت فرنسا فلم تكن الأفضل ضد إنجلترا أو ضد المغرب لكنهم أدوا المهمة كاملة وهذا ما يلزم البطل بالنسبة لساوتجيت كل ما على المدير الفني أن يفعله هو أن يعزز قدرات ونفسية الفريق وهذا ما قام بساوتجيت أن تعزز قدرات فريقك معناه أنه حينما تواجه منافسا فيجب عليك أن تتغلب علي وهذا ما حدث فقد وجهت منافسا متساويا معك في القوة أو أفضل منك نعم ببعض الحظ كان يمكنك التغلب علي لكن لا يمكنك أن تتوقع أن تفوز إنجلترا بكأس العالم لأنهم ليسوا أفضل فريق في العالم نعم لديهم لاعبون جيدون لكنهم ليسوا أفضل من فرنسا ولا بلجيكا أو إيطاليا أو إسبانيا ولا البرازيل والأرجنتين بالطبع من الممكن أن تفوز على أي من هذه المنتخبات حينما تواجههم لكن بالطبع وجههم منتخب فرنسا الذي يمتاز بالمرونة الكبيرة وهذا من سوء الحظ لا أعتقد أنه يمكن لأي مدير فني أن يقوم بأفضل مما قام به ساوتجيت نحن نتحدث عن قوة الدور الإنجليزي ومنذ أن بدأ الدور الإنجليزي بالتدعيات المالية التي ظهرت وقوة الدور الإنجليزي تتلخص في اللاعبين الأجانب ولهذا السبب فالدور الإنجليزي هو الدور الأقوى في العالم وليس ضروريا أن يكون السبب هو اللاعبون الإنجليز المتواجدون في هذه الأندية وإنما هم اللاعبون الأجانب لذلك إذا نظرت للمنتخب الإنجليزي الآن ستجد هاري كين كأهم لاعب في توتنهام ولكن بعيدا عن هاري كين من من لاعبي المنتخب الإنجليزي يمثل اللاعب الأهم في ناديه إذا نظرت لليفربول على سبيل المثال فلديك محمد صلاح فيرمينيو ولاعبين عظماء كادييز وبطبيعة الحال هندرسون ولكنه ليس أهم لاعب فليس معنى أن الدور الإنجليزي هو الأقوى أن إنجلترا لديها أفضل فريق وأفضل لاعبين بالطبع دعمت قطر وحقها في تنظيم كأس العالم ولأجل هذا نالني الكثير من الانتقادات هنا في إنجلترا بخصوص رأيي هذا ورأيي هذا ليس فقط لأنها بطولة رائعة ولكن يجب أن نكون حذرين لألا يفرض أحدهم رأيه بدكتاتورية بخصوص ما يجب أن يحدث وما خيب أملي بخصوص إنجلترا وأنه رغم التقارير التي وضحت أن قطر مفتحة تماما وتتقبل جميع من يأتي إليها لكن يتم انتقادها من اليوم الأول بدون حتى أن نرى ثقافة البلد ونرى ما لديهم ليعرضوا ونرى كيف يتقبلون الناس بأضرع مفتوحة فإذا نظرت إلى دبي فستجد أن هؤلاء الذين انتقدون كأس العالم في قطر سيكونون سعداء ليذهبوا إلى دبي وسيكونون سعداء بمتابعة الدول السعودي بل سيكونون سعداء أيضا لمتابعة الأندية القطرية لهذا انتقاد البطولة كان أمرا مخيبا للأمال لأنها كانت بطولة رائعة جميع من كان هناك من كل بلد في العالم اتفق على أنها كانت أفضل نسخة لكأس العالم بسبب حسن للصدافة سهولة التنقل لمشاهدة المباريات الود في التعامل الطعام الثقافة بالطبع كل ثقافة لديها مشاكلها وليس فقط أننا ضد حقوق الشواذ وحقوق العمال لأننا هنا في إنجلترا لدينا مشاكل بخصوص حقوق العمال ولكن لن نقبل أن يأتي إلينا أحد ويخبرنا أننا نسيء لعمالنا وهذا ما يجب أن نتوقف عن فعله في الغرب وأن نشعر أن باقي العالم بريع وأننا متكاملون بل يجب علينا أن ننظر إلى بلدنا أولى وأننا لدينا مشاكل مشابهة سيدنا أليس في ت Tetjäрем يكذرا ج LIVE